موسيقى حبايبين حلوين طلاب الصف الاول السنوي اهلا منكم في حلقة جديدة النهارة ان شاء الله باذن الله ناخد مع بعض الوحدة التانية اول درس معنا في الوحدة التانية بتتكلم عن الانشاطة الاقتصادية الانشاطة الاقتصادية الزراعة والصنوع والتعديل والسياحة والنقل المصارات والتجارة دي الانشاطة اللي السكان بيمارسوها منين نتكلم عن الانشاطة الاقتصادية لدينا اكبر نشاط واهم نشاط بالنسبة لنا هو نشاط الزراعة فالدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن النشاط الزراعي في مصر منين نشوف النشاط الزراعي في مصر والصروة الزراعية الموجودة عندي في مصر هنلاقي ان احنا عندنا تناقص في اعداد الفلاحين او اعداد العمال الزراعيين في مصر تب ليه اعداد العمال الزراعيين في مصر بيقله اللي بيقله بسبب الهجرة من الريف للحضر السكان عندنا بيسيبوا الريف ويروح يعيش في المدينة لما بيسيبوا الريف ويروح يعيش في المدينة بكده عدد العمال الزراعيين بيقله اضافة كمان ان انا عندي جريمة تانية بتحصل وهي الزحف العمراني على الاراضي الزراعية الناس عندهم يبتبني على ارض الزراعي فمساحة الاراضي الزراعية وعدة العمال الزراعيين عمال بيقل. طيب. فقالوا ناخد حاجة مهمة جدا. النشاط الزراعي في مصر بيتأثر بايه? اللي بيخلي عندي اماكن فيها زراعة واماكن لها. لان احنا عندنا نوعين من العوامل اللي بتأثر على نشاط الزراعة. العوامل المؤسرة على النشاط الزراعي. عندك كم نوع من العوامل عندي نوعين? عامل طبيعي وعامل البشري. العامل الطبيعي المؤسر على المشاط الزراعي انت عندك تلاتة اسباب. عندك المياه. المناح. التربة. التلاتة دولت من الحاجات اللي بتأثر على الزراع. عندك اربع عوامل بشري. وهم الايد العاملة. وكمان السياسات الحكومية. كمان عندك طرق الري او نظام الري ونظام الصرف. الاربع عوامل من العوامل البشرية اللي بتأثر على مشاط الزراعة. تعالوا نمسك عامل عامل واهم عامل عندي في العوامل الطبيعية هي المي. المي عندنا في مصر بتتقسم لتلات انواع. مياه نهر النيل. مياه جوفية. مياه الامطار. تسعة وتسعين في المية من الاراضي الزراعية في مصر بتقوم على ري من مياه نهر النيل. يعني تسعة وتسعين في المية من الاراضي بتاعتنا بتزرع اعتمادا على الترع اللي بتجيب ميتها من نهر النيل. المياه الجوفية باعتمد عليها في مناطق اللي واحد. مياه الامطار باعتمد عليها في مناطق الساحل الشمالي. عشان كده تلاقي ان بعض المناطق زي منطقة اسكندرية والمناطق المطلة على البحر المتوسط بتنمو معظم الزراعات بتاعتها فصل الشتاء. ليه لانه بينتظر سكوت الامطار? عشان كده معظم زراعاتهم هتلاقيها في الغالب زراعات شتوية. زي اليوسفي زي البرتقان زي اللمون. دي من معظم المحاصيل اللي بتنمو على الامطار في الساحل الشمالي او في الجزء الشمالي من مصر. مناطق الواحات بتقوم فيها الزراعة اعتمادا عن مياه الجوفية. باقي الاجزاء حوالين نهر النيل في الوادي والدلتة بتقوم اعتمادا عن مياه نهر النيل. نروح ليه التربة. التربة عندنا في مصر نوعين. تربة طينية. تربة رملية. التربة الطينية هلاقيها موجودة عندي في الوادي والدلتة ومنخفض الفيون. التربة الرملية هلاقيها عندي شبه جزيرة سيناء. الصحرة الشرقية. الصحرة الغربية. دولة التلتة اماكن اللي فيهم التربة الرملية. الفرق ما بين التربة الطينية والتربة الرملية. اللي التربة الطينية بتحتوي على مواد قضوية. فيها عناصر ومعادن بداخل التربة النبات بيتغذى عنها. تربة متمسكة. هات الطينة. هتلاقي الحبيبات بتاعتها لازق في بعضها. ماسكة في بعض. ايش بس كده. جواها عناصر ومعادن بيتغذى عليها النبات. عشان كده بيطلع فيها نباتة ايه? التربة الرملية. تربة مفككة. هو بايبات بييدها عن بعدها عاملة زي الرزد كده. الرمل بيبقى عامل زي الرزد كده. مفككة. هو بيباتها بعيدة عن بعد. فقيرة في العناصر العضوية او في الموارد العضوية. يعني ايه? ما فيهاش معادن. فالنبات مش هيلاقي حاجة يتغذى عليها. عشان كده الزراعة بتقوم في التربة الطينية وما تقومش في التربة الرملية. التربة الرملية معظمها بيصلح لزراعة الضرانيات زي البطاطس والبطاطا. البطاطة المشهولية. نيجي على المناخ. المناخ بيأثر في الزراعة من خلال مجموعة اشياء زي الامطار وزي الرياح. الرياح وزي درجة الحرارة. الامطار اتفقنا مع بعض انها تقوم عليها الزراعة في مناطق الشمالية من مصر. خصوصا في فصل الرياح. قالك في حالة هبوب رياح محملة بالرمال والاتربة ده ده بيؤدي الى قضاء على العديد من المحاصيل الزراعية او تضاهل احوال المحاصيل الزراعية. احنا دلوقتي داخلونا على الفصل الربيع واتخدنا في الترمي الاول ان الفصل الربيع في الرياح الخمسين اللي هي محملة بالرمال والاتربة. بحالة الارتفاع لدرجة الحرارة في فترة رياحه الخمسين هلاقي ان عندي بعض محاصيل اللي هتتتعرض للضرر زي محصول الطماطم ومحصول الفراولة هتلاقي الفلاحة بعد مزارع المحصول المحصول معظمه حصلوا تظاهر إيه السبب الارتفاع المفايل في درجة الحرارة والإضافة لوجود رياح محملة برمال والأتربة يبقى الحرارة لو ارتفعت فجأة أو انخفضت فجأة نفس الحكاية الرياح المحملة برمال والأتربة بتؤدي إلى إضرار المحاصيل الزراعية درجة الحرارة بتأثر في الحاجة كمية بيختلف المحصول الصيفي اللي بيحتاج لحرارة مرتفعة عن المحصول الشتوي اللي بيحتاج لحرارة معتدلة أو حرارة منخفضة فالمحصول بيختلف باختلاف درجة الحرارة يبقى تلاقي حاجة زي القصب كانت الحرارة ترتفع حاجة زي القطنة حرارة ترتفع رز حرارة ترتفع لكن محصول زي القمح زراع فصل الشت أما الحرارة تنخفض محصول زي الشعير حرارة تنخفض يبقى درجة الحرارة هي اللي بتحدد نوع المحصول اللي انا هزرع ده بالنسبة للمناخ نيجي على العوامل البشرية المؤثرة على العوامل البشرية الايد العاملة قالت الايد العاملة من اهم العوامل اللي بتأثر على حرفة الزراعة العمال الزراعيين ولكن للأسف النسبة دي في تناقص مستمر بتقل ليه كل يوم عدد الاعمالة الزراعية بيقل قالت بسبب الهجرة من الريف للحضر الناس بيسيبوا الريف ويروح يقشوا في المدينة تاني عامل عنه اسمه السياسات الحكومية الحكومة والقرارات اللي بتأخذها هي اللي بتأثر على الزراع يدور الحكومة في الزراع الحكومة المفروض هي اللي تحدد نوع تحديد نوع المحاصيل الاستراتيجية للزراع هي اللي تحدد اللي الفلاح يزرعي بينفعش الفلاح يزرع منه لنفسه محصول لوعي ليه؟ لان انا عندي حاجة اسمها محاصيل استراتيجية مثلا دلوقتي انا في مصر احتياج الرئيسي المين? للامح الفلاح بيدور على مكسبه الفكهة والقدار لانهم هيتصدروا هيبعوا بره بعملة صعبة مكسبوا فيهم اكتر لكن يقولك انا هكسب كم من الامح لانا مش هزرع يروح يزرع لي محاصيل يصدرها البره وانا جوه محتاج حاجة زي محصول الامح غزاء رئيسي ومش عندي فاضطر ان انا استورده من بره باسعار عالية جدا طب ما الافضل ان انا كنت افرض عليه زراعة الامح في الداخل يبقى الدولة المفروض انها بتحدد لفلاح المحاصيل الاستراتيجية التي يجب عليه زراعتها ده الدور الاول اتنين الدولة هي اللي بتفرض الضرائب على الفلاح الدرائب بتتفرض على اي اساس الدرائب بتتحطلها شوية قواعد كده الاول خالص المساحة المزروعة واحد زرع فدان واحد زرع اثنين فدان اكيد مش هاخد من الاثنين زي بقى اثنين جودة التربة ونوع المحصول تعالوا قلوك يعني ايه واحد زرع منجة واحد زرع تماطن هاخد من الاثنين زي بعض وهو ده هيبيع بسعر ده هيبيع بسعر مختلف ده مكسابه غير ده نوع المحصول هيحدد انها افرض ضرائب قدير جودة التربة واحد ده زرع فدان وده زرع فدان برضو بس الفدان بتاع ده طلع له عشرة طن امح والفدان بتاع ده طلع له خمستاشر طن امح هلاخد من الاثنين زي بعض جودة التربة حجم الانتاج هو اللي هيحدد نسبة الضرع يبقى الحكومة بتحدد نسبة الضرع بناء على المساحة للزرعت جودة التربة نوع المحصول ايه دور الحكومة تاني في الزراعة قالك الحكومة هي اللي بتقوم بتوفير نظام الرأي ونظام الصرف اللي هيعمل الترع والمصارف والسدود والاناطر هي الحكومة يبقى انا عندي السياسات الحكومية هي اللي بتفرض الضرع بتحدد نوع المحصول للفلاح وهي اللي بتوفر له نظم الرأي والصرف في حاجة كمان ربعة بتقوم بتوفير الاسمدة والمبيدات عن طريق البنك الزراعي احنا عندنا بنك اسم بنك التنمية الزراعية او بنك القرية وكمان بيضي كروض للفلاح من خلالها يقدر يشتري الاسمدة والمبيدات ويشتري الحيوانات اللي هيستخدمها في الزراعة بل الكموسة بتاعته والبقرة والحمرة بتاعته وكمان يقدر يجيب بيها الآلات والمعدات اللي لازمها في عملية الزراع يبا الدولة هتدي له قروض وتوفر له اسمدة ومبيدات الدولة هي اللي هتعمل له نظام الرأي ونظام الصرف الدولة هي اللي هتحدد له نوع المحصول وهي اللي هتفرض عليه الضربة ده دور الحكومة بالنسبة للزراع تعالوا ناخد نظام الرأي ونظام الصرف أمني نجي نتكلم عن نظام الرأي ونظام الصرف احنا عندنا حاجة اسمها الترع الري والصرف المشي تعني نشرحهم على بعض الترع عندي حاجة تانية اسمها المصارف عندي حاجة اسمها السدود عندي حاجة اسمها الأناطر يعني ايه ترع الترع عبارة عن مجرى مائي حفرة تعمل على رأي الأراضي الزراعية بتوفر لمية بمعنى ادي الأرض ها السوابعة تاعت الأرض ما بينهم في النص في حفرة الحفرة دي جواها مية بتدخل المية للأرض الزراعية اللي انا هروي بها جايب المية دي مني؟ جايبها من النيل من النهر يبقى حفرة أو مجرى مائي يعمل على توصيل مياه النهر اللي جاي داخل الأراضي الزراعية بالترع طب ايه المصرف؟ خليك تعالي قولك المصرف حفرة برضو زي الترع بالزرع مجرى مائي حفرة تعمل على راج المياه الزراعية عن حاجة الأرض الزراعية الفلاح بيروي براي غمر ما للأرض ميك الميك كتير وجودها داخده التربة ممكن انها تخلي التربة ترنخ وتعفن او تزيد فيها نسبة التملأ الفلاح هنا يروح اعمل ايه؟ لما يلاقى بقى هو بقى قاعد يشرب الشاي ويندخلت تحت الشجرة وراح مينايم شوية صحي لاقى الأرض تخرق طيب يروح خارج المياه الزيادة دي على حاجة اسمها المصرف يبقى ترعى بتدخل المياه للأرض والمصرف بياخد المياه من الأرض البره تعمل على اخراج المياه الزائدة عن حاجة الأرض الزراعية بيسيب في الأرض المياه اللي عايزها للمحصول ويخرج الباقي البره ده اسمه المصرف ماشي؟ يعني ايه سد؟ السدود هي عبارة عن بوابات تعمل على حجز مياه الأنهار بوابة تحجز ملية النهر وراها مصر فيها سدين هادي عندك السدود اهي؟ اللي بيقفل البحيرة ناصر على طول عندي سد اسمو السد العالي فوقوا عندي سد اسمو سد أسوان سد أسوان عندي السد العالي احنا مصري فيها سدين سد العالي ده سد قرنيه بيخزن المياه وراه لسنين كتيرا سد أسوان ده سد سنويه بيخزن المياه جواه سنة واحدة بس ايه الفرق اما بين الاتنين أنا بتجيني المياه كل أخر تدخل فبحيرة ناصر اخذ منها كمية المياه اللي انا هستخدمها طول السنة واقفيا بستد العالي ما بين استد العالي وما بين خزان اسوان ووحا onde اسد اسوان متخزان المياه الى هستخدمها طول السنة كل شهر افتح ااخد المياه بتاعتي افتح اهم طب ليه بيه ما بتاعش واخد المياه مرة واحدة لانها تجري كلها تبكر ان ان حضر الارض تحسب في البحر عايزة حفز عليها اللي بأخل عليها بالسند. ماشي? يبقى كده اخدنا السدود. عبارة عن بوابات وحواجز مائية. تعمل على حجز مياه الانهار. ايه الاناطر? بوابات وحواجز مائية. تعمل على رفع مياه الانهار لاعلى. بمعنى ان انا عندي ادي الارض الزراعية هي. اعلى من مية النهر ادي النهر واضي الارض. المية تحت. والارض عالية. بعمل بوابات تاخد المية من تحت تطلعها لفوق للارض الزراعية. اريد بس يسميها الاناطر. بص احنا عندنا ترعة. زي ترعة الاسماعيلية دي بتروح على الاسماعيلية مدن القناة. دي اسمها ترعة الاسماعيلية شرق الدلتا. عندي ترعة في غرب الدلتا اسمها ترعة النبرية. عندي ترعة في الوادي هنا جنب الوادي اسمها ترعة الابراهيمية. دول اشهر الترع عندنا. حسنا الجاي كمان هنشتغل على خرايط ونجيب بقية الترع. طب بالنسبة للمصارف انت عندك مصرف. اسمه مصرف زفتة وبحر البقر وقتايا البرود. عندي السدود. سد العالي. سد اسوان. عندي الاناطر. هنا اناطر الخيرية. عندي هنا اناطر اسمها اناطر اسنة. مصرف بحر البقر. مصرف زفتة. مصرف اسمه مصرف يتايل برود. كده يبقى احنا اخدنا العوامل البشرية اللي هي بتأثر على النشاط الزراعة. ودول هناخدهم مع بعض لتاني على الحرايط ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. هناخد مع بعض بحاجة اسمها المشكلات اللي بتواجه حرفة الزراعة. اللي بيواجه حرفة الزراعة? واحد. تناقص العمالة الزراعية. لان العمال بيسيبوا زراعه ويتجهوا للمده. والحرف الاخرى. الزحف العمراني على الارض الزراعية. الناس بتبني على الارض زراعية. دي مشكلة. استخدام الاساليب البدائية. لسه بيستخدم الفاس والجرار مع انه عندي تقنيات احدث. تملح التربة. نتيجة استخدام الاسمدة والمبيدات والريب الغمر. عندك استخدام الاسمدة والمبيدات الحشرية. ده برضو بيعملي تملح للتربة. من ضمن المشاكل اللي بتقابل الزراعة هو تقلص مساحة الاراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني. ايه تاني? قال لك تقلص الملكية الزراعية. ما لها الملكية الزراعية? الفلاح مساحته زراعيته عملة بتقل. ارضه بتقل. ليه? انا واحد عندي فدان. عندي طفلين. انا مت. الطفلين بتوعي كل واحد منهم هيخد نص فدان. ده سبب التملق للاراضي واللي هو النزام الورث والكلام ده. الملكية الزراعية عملة بتقل. كل واحد يجيب عيال كل واحد بياخد حتة من الارض. ده بنسميه تفتت الملكية الزراعية. الارض اتفتتت. بدل ما كنت هزرع الفدان على بعضه محصول واحد. لا ده كل واحد منه ما ياخد حتة ارض زراعة محصول غير التاني. عجم الانتاج هيقل. ده غير الفواصل اللي هتتحطل ما بين الاراضي ده. ده كل ده هيقلل من كمية الانتاج. دي من الاساليب اللي بتؤدي للمشكلات بتواجه حرفة الزراعة. ازاي واجه المشكلات دي? اجتو واجه المشكلات دي عن طريق انت تهتم بالريف. تهتم بانشاء مدار الزراعية. علمهم الزراعة في المدارس. ههتم بوضع قوانين تمنع الزحف العمراني على الارض الزراعية. تدريب الفلاحين على استخدام التقنيات الحديثة وادخال التقنيات الحديثة في الزراعة. اهتمام بحاجة اسمها الزراعة العضوية. يزرع باستخدام روس الحيوانات. مش المبيدات الكيموية. اهتم باستصلاح السحاري. ويعمل مشروعات جديدة في الصحاري. مشروع توشكة وشارعينات. مشروعات كتيرة جدا بدأت في مصر كمان. آآ وبالتالي بتزرع في اماكن واسعة جدا. تا استخدام اسلوب ري حديث. ري رش وتنقيت. بتعمل ما بسير كده تنزل نقط بس. بلاش ري الغمر اللي بيعمل تملح للطربة. استخدام الهندسة الوراثية او التكنولوجيا الحيوية. انك بتستنبط بزور ما بتشربشو مية وبتدي حجم انتاج كبير. دي كلها من الاساليب اللي هتؤدي الى تنمية الانتاج الزراعي. الحصة الجاية ان شاء الله بازن الله هناخد مع بعض ايها المحاصيل الزراعية اللي موجودة في مصر كل محصول موجود فين ومن المنطقة كمان اللي بتزرع. كامل مع بعض بقيت الدرس ان شاء الله بازن الله الحصة اللي الجاية. اشتركوا في القناة